اهلا احبائنا مشاهدين في كل مكان لماذا نسمي هذا اليوم بالجمعة العظيمة بعض التسميات بيسموها الجمعة الحزينة سواء جمعة حزينة فهي جمعة عظيمة ايضا لان في هذا اليوم منتذكر الام صلب وموت ودفن يسوع المسيح وطبعا بالرزنامة الشرقية الناس بتصوم لفترة طويلة جدا حتى تيجي لهذا اليوم وتتمتع بيوم القيامة في يوم الاحد هذا اليوم طبعا يوم طويل جدا ومرهق جدا في حياة يسوع المسيح وانا عاوز اتكلم عن عظمة هذا اليوم وعاوز ادخلك في كل الظروف اللي دخلها يسوع المسيح اتذكر انه مبارح كنا نتكلم عن الام نفسية للرب يسوع المسيح وهو في العلية مع التلميذ وانبأ بانكار بطرس وانبأ بخيانة يهودة لكن في العلية اتكلم عن العهد الجديد هذا هو العهد الجديد بدمي الذي يصفك من اجل الكثيرين لمغفرة الخطايا وهذا العهد تم بختم يسوع بدم يسوع المسيح رأس العهد وبما انه المسيح اكمل عمل الفداء نحن دخلنا في المسيح ودخلنا الى هذا العهد من خلال يسوع المسيح بعدها ابتدأوا يسبحوا ويرنموا للرب مكتوب خرجوا لجبل الزيتون او لضيعة جت سيماني طبعا بيت قيافة كان موجود على تقريبا قمة جبل سهيون وبيته قريب جدا من وادي مشهور الذي يسمى وادي بن هنون يعني الجهة الجنوبية كانت اصوار ارشاليم تمتد الى تلك المنطقة في ايام يسوع المسيح ومن الجهة الجنوبية تستطيع ان ترى وادي عظيم وادي بن هنون هذا الوادي اللي كان يقدم فيه ذبائح للالهة الوثنية ويستمر نزولا حتى يلتقي في وادي قدرون في مفترق طرق والمنطقة هناك في بركة سلوان وين المسيح شفى المولود اعمى وبتطلع يعني امام الجبل اللي هو مقابل جناح الهيكل الكبير او العظيم بلدة تسمى بلدة سلوان ووادي قدرون بيستمر نزولا كل الطريق الى بحر الميت وطبعا بيت قيافة هو عنده اكتر من بيت هذا البيت كان موجود تحته السجن اللي مسكور ايضا في سفر اعمال الرسل وين يحنى وبطرس كانوا موجودين في نفس هذا السجن وفي نفس المكان يوجد طبعا الجب الاسفل ما زال موجود حتى يومنا هذا ومحبب للكثيرين عندما يأتون يزوروا هذا البيت بيت قيافة اللي تبنت كنيسة فوقه بسموها كنيسة سياح الديك في نفس هذا المكان بطرس انكر يسوع المسيح هذه الالامة ابتدأت يوم الخميس عندما يسوع كان في العلية ثم نزل في اليوم اكتشفوا الطريق القديم الطريق الروماني سلالم او درج بينزل لاسفل وادي قدرون ومن هذا المكان بياخدوا شمال بيمشوا في كل وادي قدرون الى مقابل او بمحاذاة جناح الهيكل العظيم وبيمشوا شوي اكتر الى طرف وادي هشفات بيطلعوا يمين هذا هو طرف جبل الزيتون وسفح الجبل يسمى بستان جتسماني او ضيعة جتسماني هذا المكان المحبب على قلب يسوع المسيح في هذا المكان توجد اشجار الزيتون وطبعا الاسم يعني مش غريب للي ساكنين او عايشين في القدس لانه تشتهر المنطقة باشجار الزيتون والكلمة قاتش منيم تعني معصرة زيت اللي هي بستان جتسماني وهناك المسيح كان في خلوة مع التلاميذ ولكن بسبب اليوم الطويل يوم الخميس وكانوا موجدين في العلية بسبب كل الظروف الصعبة من حزن وكآبة والاضطراب اللي كانوا بيمروا فيه التلاميذ ويسوع المسيح وهو نازل من جبل سهيون طبيعي انت بتشوف انوار الهيكل لانه عيد الفصح والبدر القمر بيكون بدر كامل وطبعا تستطيع ان تشوف الهيكل بالاعمدة والاروقة وطبعا مكان عنقيد العنب اللي هي كانت ذهبية او مغشاف الذهب في منطقة الهيكل وابتدى المسيح يتكلم عن انه هو الكرمة الحقيقية وطبعا في يحنى 16 تنبأ عن مجيء الروح القدس وفي يحنى 17 منشوف الصلاة الربانية الصلاة الشفعية من يسوع المسيح ثم في اسحاح 18 بيبتدى الاكشن لهذا اليوم من امسية يوم الخميس لانه الجمعة بيبتدى من غروب الشمس من يوم الخميس والسبت بيبتدى من غروب الشمس من يوم الجمعة ذهب يسوع المسيح الى معصرة الزيت بستان جت سيماني والتلاميذ كانوا نيام وكانوا في حالة صراع في نفس الوقت جاء يسوع وقال للتلاميذ ألم تقدروا أن تصهروا ساعة واحدة صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وهذا كان على ثلاث مرات قال المسيح يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك وهناك أحبائي عند صخرة اليوم موجودة في داخل الكنيسة كان المسيح ينازع بلجاجة يجاهد بشدة بيسموه بستان الجهاد بستان النزاع بستان الصراع هذا البستان أحبائي وين المسيح هو يصلي بشدة أصبحت قطرات العرق نزلت قطرات دم على الأرض بسبب الصراع الشديد اللي كان لازم يتحمله يسوع المسيح وفي هذا المكان في هذا البستان كانت تجربة مريرة صعبة جدا وأن المسيح طلب معونت الأن أمكن ولكن لهذا السبب السبب جاء المسيح وقال الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها وفعلا رجع للتلاميذ قال خلص بكفه ناموا وفي هاي اللحظات خلي بالك يوم الخميس يهوذة ألقى الشيطان في قلبه أو دخل الشيطان يعني الشيطان اتجسد في يهوذة وراح سلم يسوع وقال أنا بعرف المكان وفعلا قاد جند كثير من رمان وجند الهيكل ورؤساء الكهنة وخدام الهيكل وهكذا جمهور غفير من الناس جايين حملين عصة ومشاعل وصيوف وطبعا لأنه البستان معتم شوي المسيح راح واجه واجههم هون منشوف شجاعة يسوع المسيح سألهم من تطلبون قالوا يسوع الناصر وسقطوا على وجوههم سأل مرة تانية من تطلبون قالوا يسوع الناصر رجعوا سقطوا مرة تانية وفي هاي اللحظات جاء يهوذة كان معطي علامة والعلامة إنه الشخص اللي راح أبوسه وقبله هو الشخص اللي بتلقو القبض عليه وفعلا جاء وقبل يسوع المسيح وحنا بنعرف بالعدادات الشرقية القبلة هي قبلة الأمان قبلة السلام قبلة الإطمئنان قبلة إنك قدت بتعطي الضمان للشخص الآخر وهي قبلة البركة بتبارك الشخص الآخر لكن يهوذة الإسخريوتي استخدم القبلة بخيانة عظمة لتسليم الرب يسوع المسيح وهذا لم يكن صدفة فالنبوات تحدثت عن خيانة يهوذة بل يسوع المسيح أنبأ مسبقا إنه واحد من التلاميذ رايح يسلم يسوع المسيح والجدير بالذكر إنه المسيح صلى في هذا البستان وكان متواضع جدا لكنه انتصر إذا كان البستان الأول الفردوس الأول هو الفردوس المفقود فهذا البستان أصبح البستان أو الفردوس المردود فردوس يعني تعني بستان أيضا باللغة الفارسية أصلا فإذن ألقوا القبض على يسوع المسيح وابتدأوا يلطمونه اللطن طبعا هو باليد يعني بالكفة اليد وأيضا يلكمونه يعني اللكمة هي في قبضة اليد وتخيل الآلام المبرحة اللي كان بعاني منها الرب يسوع من خلال الضرب عدا عن البسق وإنه جروا طبعا بقوة وبقصوة وبعنف في نفس الطريق هو العلي كانت على الجبل يعني تحت شوي بيت قيافة في نفس الطريق صعودا إلى جبل صهيون إلى بيت قيافة حتى يقدم إلى المحاكمة أول شخص كان لازم يواجهه هو حنان حنان رئيس الكهنة أقالته الإمبراطورية أو الحكومة الرومانية بسبب فساده بسبب الفساد وحطت مكانه قيافة وهون طبعا يعني إذا كان لازم يواجه حنان حتى قيافة يخد شوية وقت يستدعي يعني يكون النصاب قانوني لمجمع السنهدريم وعلى الأقل لازم يكون 28 شخص وأنا لا أعتقد في ليلة هذا العيد أنه ممكن يكون هذا النصاب القانوني على أي حل كان أمام قيافة ثم أمام حنان ثم قيافة ومجمع السنهدريم وهذه المحاكمة نسميها المحاكمة الدينية وقف أمام حنان وقيافة ومجمع السنهدريم هو عبارة عن علية القوم أعلى مجلس تشريعي لليهود كانوا بيقوموا في كل المحاكمات الدينية وطبعا إذا فيه شكوي للإعدام كان هذا من اختصاص الرومان لازم يروحوا للبيلاتوس أو للوالي الروماني حتى هو يعطي الفرمان يعطي التصريح بقتل هذا الشخص وطبعا كانوا بوجه تهم كثير للرب يسوع المسيح وهي مصخرة المحاكمات خلينا أقرأ من إنجيل مرقص إصحاح 14 من إنجيل مرقص إصحاح 14 مكتوب في آية 61 أو خلينا آية 60 فقام رئيس الكهنة في الوسط اللي هو قيافة في الوسط وسأل يسوع قائلا أما تجيب بشيء ماذا يشهد به هؤلاء علي أما هو يسوع المسيح طبعا كان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن ابن المبارك وفي إنجيل آخر ابن الله لاحظ جواب المسيح لأنه هون بيحسب لقاء قال للرئيس اللي كان أستحلفك بالله يعني حد تحت حلفان بهاي الحالي لازم تتكلم يعني ما فيش مفر ما فيش ملاص فسأله أأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أنا هو وصوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود قد سمعتم التجاديف ما رأيكم فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ وكان الخدام يلطمونه مثل ما ذكرت كان فيه اللكمات وكان فيه اللطم وهذا طبعا هو نوع من التحقير والإزدراء والسخرية في شخص يسوع المسيح وقف المسيح ليحاكم من أشرار يا لمهزلة المحاكم يا لمسخرة القدر كما يقولون عنا في الشر البار القدوس وهو عالم بكل شيء بشجاعة يعني راح لهذه الساعة وواجه مجمع السنهدرين في المحاكمة الدينية أمام حنان قيافة والمجمع وكانوا فيه متناقضات كثيرة بين الشهود ونحن نعلم بحسب شريعة موسى عندما يكون شهود زور فينبغي أن يقتل شاهد الزور وهذه واحدة من الوصايا العشر لا تشهد بالزور ولكن مع كل هذه الشهادات تصور الدراما اللي قيافة يعني بيلعبها لعبة بيلعبها أما تسمع أما تقول شيء كل الشهود اللي عم بيشتكوا عليك وبيحكوا ضدك المسيح كان صامت فإذن جاء قيافة وهو على فكرة اللي قبلاً اتنبأ لأن المسيح شفى المولود أعمى خلق عيون جديدة والذي أقام ألي عازر من الموت ابتدأوا يدبروا كيف يتخلصوا من ألي عازر لأن الناس كانت تتبع يسوع وكان دليل واضح في أحد الشعنين عندما دخل يسوع الملك إلى أور شليم وطهر الهيكل كان واضح أنه هو المسيح وهو الملك ومع كل هذا هؤلاء عم بيدبروا مؤامرة ومكيدة كيف يتخلصوا من الرب يسوع المسيح فكانت نبوة قيافة خير لنا أن يموت واحد يعني شخص واحد عن أن تهلك الأمة كلها وكان طبعاً بيتنبأ لأنه كاهن عن أي ميتة كان مزمع أنه يسوع يموت ولسيما موت الصليب أشنع ميتة ممكن إنسان يموتها هذه المحكمة هي مهزلة المحاكم كان فيها عدة أخطاء أولاً ممنوعة حاكم أي شخص في فترة العيد ثانياً ممنوعة حاكم أي شخص في الليل في المساء كانت المحاكمة في المساء ممنوعة حاكم أي شخص في هذا النوع من التهمة إلا أن يكون في إحدى ساحات أو غرف الهيكل لكن برضو نقد هذا الشيء الشيء رابع ممنوع يكون أي شهود زور لكنهم استخدموا شهود زور الشيء خامس إنه كانت المحاكمة من طرف واحد عم بحاولوا يحاكموه بدون ما يكون فرصة للدفاع وعادة بحسب الشريعة الشخص لازل يكون عنده دفاع والدفاع بيأخذ وقت إحنا منشوف من محاكمة بولوس إنه لما جاء المدعي والبولوس كان بدافع كان فيه يعني مبادئ لهذه المحاكمة أما بالنسبة ليسوع المسيح لم تكن له فرصة للدفاع شيء سادس إنه التهمة يعني والحكم يعني صدر قبل ما أصلا التهمة التم وإلا ماذا يعني إنه يهودا بيتفقوا مع يهودا يسلم يسوع ماذا يعني إنه بحاولوا كل شيء بسرعة بسرعة يتخلصوا من يسوع قبل ما يدخل اليوم العظيم اللي هو الفصح الكبير وإنه يقدموا الفصح قبل أو بين العشائين بين الساعة 3 للساعة 5 بعد الظهر وهكذا فهي مهزلة المحكمات فطبعا عندما وجه السؤال مباشر ليسوع المسيح أأنت ابن المبارك؟ يعني هل أنت الله بما معناه بكلمات أخرى؟ خلي بالك لأحبائنا اللي بينكروا هذا التعليم إنه هون اليهود أكثر شعب بآمن بوحدانية الله يعني لما بيسأل رئيس الكهنة كان بيسأل مش على أساس إنه على أساس إنه يسوع يقول أنه هو فعل فعلا الله والدليل لأنه نبوه بحسب دانيال إنه سيأتي مع القديسين بمجد عظيم بيتكلم عن رجوع الله العظيم في المجيء الثاني وطبعا يقول من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين العظمة ونبوه تاني وأنه رح يرجع لما بيرجع بمجد عظيم أنتو بتحاكموا محكمة دينية بشرية كلها فاشل وصاقتها لكن لما بيرجع الديان يسوع المسيح كيف سيقف قيافة أو حنان أو مجمع السنهدريل مش كل مجمع السنهدريل لأنه كان فيه نوكوديموس وكان فيه يوسف الرامي وأكيد فيه برضو أشخاص آخرون اللي على الأقل كانوا مؤمنين بالسر في يسوع المسيح طبعا هذا الحكم بشكل درامي مع أنه ممنوع كرئيس كهني بفترة العيد أنه يمزق الثياب لكن بعمل درامي مزق الثياب وعم بقول لجماعته يعني اتفاق بينهم شايفين خلاص ما فيش ذاعة للشهود احنا أخذنا التهمة تهمة تجديف يعني عم بيعتبر نفسه الله وهذه التهمة تهمة التجديف يستحق الموت وخلي بالك صلب يسوع المسيح لم يكن جريمة عملها أو ارتكبها لكن موت يسوع المسيح كان بسبب شيء قالوا وادعا فيه فأنت يعني انتبه لهذا الموضوع وحنا بنتكلم فيه خلال هذه الأحداث طبعا وضعوا يسوع في الجب الأسفل وانا بشجعك تقرأ النبوة في سفر المزمير مزمور إصحاح 88 كيف انه ألقوا يسوع في الجب الأسفل وهذا الجب ما زال موجود حتى يومنا هذا بيشهد والحجارة بتصرخ وبتأكد على ما حدث في بيت قيافة وبينما هم يحاكمون يسوع المسيح في الداخل بطرس وهو يتدفق على النار كان بينكر المسيح أنكر المسيح ثلاث مرات وصاحب ديك وجاءت عينين يسوع في عينين بطرس وبطرس خرج وكان يبكي بكاء مرا في الصباح الباكر جدا أخذوا يسوع المسيح من جبل سهيون بكمله بيمشوا من الجبل من فوق يعني من عند بوابة سهيون بكمله بمحاذاة الهيكل ما وراء جبل المرية يأتون إلى مكان يسمى دار الولاية اللي هي قلعة أنتونيا عبارة عن أربع أبراج وساحة كبيرة في النص والوالي يأتي الوالي من قساريا في أيام الأعياد في ثلاث أعياد اليهود هو اللي هو يوم أو الفصح اللي هو عيد الفطير وعيد الخمسين اللي هو عيد الحصاد أو الأسابيع وطبعا بالخريف في عيد المزال وبتكون معاك كتائب كثيرة من الجنوب مش أقل من ستة لاف كل كتيبة بتكون ستة لاف جندي لأنه في هاي الفترات بتحدث القلاقل والثورات في هذه المنطقة وطبعا أخدوه إلى دار الولاية ويعني أنا بابتسم اللي عم بحاكمه يسوع المسيح في كزبي صارخة جدا لكنهم وقفوا برا يعني في الساحة الخارجية أمام بلاطوس وقال بقول لألا يتنجسوا لأنه ممكن يكون فيه خمير يعني في منطقة دار الولاية مش عاوزين يتنجسوا عاوزين يقتلوا يسوع المسيح البريء لكن مش عاوزين يتنجسوا بالخمير عشان يتناولوا عشاء الفصح أو خروف الفصح يا لمهزلة الزمن أحباب بلاطوس طبعا عنده مشاكل كتير مع اليهود إذا بتتذكروا فلوقة 13 خلط دم اليهود في دباء أحهم وقبل هاي المرة لما دخل أورشاليم دخل في النسر الروماني وكل الرايات الرومانية مما سبب ثورة في اليهود إنه كيف بتدخل هادي في منطقة الهيكل وفيه اتفاق جنتلماني بين أغسطس قيصر قبلا يعني لأنه وجاء فأيام الإمبراطور تيباريوس فكان فيه اتفاق إنه فيه تسامح إنه اليهود يمارسوا العدات والكده فاليهود متحمضين بعد زي فهمتها كلمة فلسطينية يعني بيستنوا عذر تيمسكو بلاطوس وبلاطوس من جوة كرهان اليهود ومين كبش الفداء في النص اللي هو يسوع المسيح ولم يكونوا يعلمون إنه كل الأحداث عم بتتم بتفاصيل تطقيق حتى تتم نبوات العهد القديم صلب وموت يسوع المسيح أحبائي وقف يسوع أمام بلاطوس وأصوات كثيرة عم بيشتكوا عليه والمسيح صامت وبعدين أخذ بلاطوس أخذ المسيح لجوة قال له شو عمل والمسيح كان صامت بعدين رجعي تكلم معاه قال له بتعرفش إنه أنا عندي سلطان أطلقك أو أصلبك قال له ما عندك سلطان إن لم تكن قد أعطيت من فور وبعدين ابتدى يتكلم وارتعب بلاطوس بعدين المسيح يتكلم عن الحق فسأل بلاطوس ما هو الحق رجع لليهو يا جماعة لا أجد علا طيب خلاص يعني أؤدبه وانتو كل واحد يرجع بحاله لكن كانوا مصممين على قتل يسوع المسيح إذا كانت التهمة في المحاكمة الدينية تهمة التجديف في المحاكمة المدنية أو السياسية أمام بلاطوس أخذت إطار آخر اللي طبعا يعني اللي بتقنع بلاطوس طبعا يعني بيتكلم إنه هذا الشخص يفسد الأمة وعم بيقول إنه لا يجوز أن تدفع جزية لقيصر وعم بيبتدي بشغب شغب يعني الثورة من الجليل ومعروف الجليلين ما شاء الله البلد اللي أنا جاي منها بلدة الثورات كثير من الغيورين ساكنين في تلك المناطق فإنه عاوز يبتدي الثورة بتبتدي في الجليل وعاوز ينهيها في القدس يعني وين المقر وبعدين التهم الكبيرة على فكرة بيدعي إنه هو المسيح المسيح يعني الملك وبالنسبة لبلاطوس لا يوجد ملك إلا قيصر فطبعا بلاطوس شعور ممتزج من ناحية حاسس وعارف من جوا إنه عم بحاكموه بسبب الغيرة وبسبب الحسد ومن ناحية تاني حطوه في مقزق عاوزين يفرقوا منخار بلاطوس يعني هاها إنت بتقول ما فيش يعني ملك إلا قيصر هي هاي التهمة أمامك عم يدعي إنه هو الملك وطبعا هون كان في مقزة فكان عنده عدة خيارات واحد من الخيارات يعني واحدة يعني زوجته لبلاطوس كلوديا حزرته لبلاطوس إياك وذاك البار تقول له أنا شفت حلم وعلى فكرة أنا تقلمت كتير بسبب هذا الحلم أتقلمت وحست إنه هو بار ومع كل هذا بلاطوس كان متعنث كان عنيد متغطرس شرس كيف ولا حتى يصل هذا المنصب بيكون صحق مئات بل آلاف من الناس على فكرة بتاريخ الكنيسة زوجة بلاطوس آمنت بلاطوس حكم من 26 لستة وثلاثين ميلادة بعد انطرد من وظيفته وانتحر وزوجته كانت مؤمنة وفتحت بيتها كنيسة وطبعا عاشت عصر الاستشهاد أيضا فحزرت زوجها بلاطوس بعدين بلاطوس طلع بفكرة جهنمية وطب اسموها يا جماعة في واحد لص قاتل صارق كان عامل فتنة وانتو اليهود خلي بالك اليهود فيه الصدقيين اللي هم رؤساء الكهنة والفرسيين وفيه الهيرودسيين يعني فيه اتفاقات انه يطلع سجين بس هذا السجين هو بضر اصلا كل الجهات لانه بضر الصدقيين وبضر الفرسيين لانه افضل لهم يكون هذا الشخص برقابس مسجون ويحكم عليه في البيت في السجن لكن تصور بلاطوس يعني حط هاي الفكرة انه في عادنا كل سنة بخرج سجين بتحبوا اطلع برقابس قالوا لا اصلبه اصلبه عن يسوع المسيح اصلب ملككم هون صار يلعب بالسيكولوجي طالما انتو بتقولوا ملك اصلب ملككم فطلع الجواب من افواه اليهود ليس لنا ملك الا قيصر قل لي الم تكن هذه مهزلة المحاكم حاول بلاطوس ولكن خلاص مفيش رح يشتكوا الا قيصر عليه وبالنهاية عمل شيء مهم جدا وجاء بوعاء وغسل ايدي امام اليهود وقال انا بريء لاحظ الكلام انا بريء من دم هذا الصديق لكن قبل هذا الشيء انا عاوز اقول شيء مهم بقول لهم انا اقدبه اجلده واقدبه والجلد الروماني على فكرة مش سهل الجلد الروماني مفيش عدد معين وكتير ناس بتموت تحت الجلد جلد يساوي موت كتير ناس بتموت تحت الجلد فالجلد هو عبارة عن صوت يمكن تشوف الپاشن اوف كرايست بيعطيك فكرة مصغرة عن ما يحدث من خلال الجلد بيكون فيه عمود علو متر او اكتر شوي من متر وبيربطه شخص اللي حيجلد بيربطه ايديه وبيكون راسه مدلة على الحجر وظهره اوام يعني مقوس لبرة وبيكون يعني كل جسمه مكشوف بهاي الحال اللي بيدرب يعني الجلد اللي بيدرب في الصوت في اي مكان بيجي الصوت لابد انه يفجر الشرايين او يفتح الجلد لانه عبارة عن قطع من العظم الحاد او الحجار الحاد ده واحيانا بيستخدمه معادن فكل ضربة هي عمليا بتشوه فأنت تخايل الضرب فالضربة ممكن تيجي في الرقبة في الوجه في الرقبة في الظهر في الكتاف في اليدين بيجي على بطنه لانه هو مدلة كده البطن مكشوف لانه بتيجي الضربة في الحاد يعني الحجر الحاد وبيفتح البطن والرجلين والجسم كله وفعلا يعني فيلم جسم يسوع المسيح تشوه لا صورة لا هو ولا جمال فننظر اليه فنشتهي فإذا لكن مع كل هذا لم تكسر عبمي لأنه هيك النبوة بتتكلم بعد هذا الأمر خلاص ما فيش حال تاني غسل ايدي وقال أنا بريء وبعدين قالوا هذه العبارة دمه علينا وعلى أولادنا فعلا أعطى التصريح بهاي الحال الجيش الروماني بقود الموكب وبيخده المصلوب إلى خارج المدينة وهذا التصريح بقتل يسوع المسيح على الصليب وهذا نبوة في مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني وبعدين في نفس الإصحاح بيتكلم ثقب يدي ورجلي الشخص المحكوم عليه أحبائي لازم يحمل صليبه فحمل المسيح قطعة من الخشب العارضة الكبيرة وزنها بين 25 20 ل 30 كيلو متر بدي أذكرك أنه جسم المسيح مفتوح وكتير من الجرحات ولربما بعض الشرايين فتحت ففي نزيف دم أو يمكن بتسبب جلطات اللي بتسكر في محله فلما بحط الخشب بيحملها بيكون مربوط فيها وبيمشي آلام شديدة آلام مبرحة جدا صار المسيح في فيا دالاروسا طريق الآلام أو بيسموه عنا في القدس درب الصليب وعنا الكنيسة التقليدية وضعوا 14 مرحلة للصليب منها موجودة في الكتاب المقدس ومنها إكرام وتخليد لبعض الشخصيات اللي مش مسكورة مثلا مثل مريم العذراء مثل فيرونيكا إلى آخره أو أكم مرة وقع يسوع لكن تخليد هؤلاء الأبطال لأنه أكيد مشوا معا إلى الصليب وبالدليل أنه مريم أمه كانت تتألم وتسير في الموكب حيث وصلت حيث مكان الجلجثة مكان الصليب وهذه المرحلة بتبتدي قريب من منطقة بيت حزدة لقدام شوي في مكان اسمه رهباط سهيون اللي هي جباثة وين يعني هناك قال هو ذا الإنسان هناك حوكمة يسوع المسيح وهي المراحل الأربعة عشر بتبتدي في حبس المسيح في جلد المسيح وصولاً وصولاً إلى طريق الألام طبعاً تبتدي من عند يعني إلى اليوم الكنيسة الكاتولوكية كل يوم جمعة بتعمل درب الصليب يبتد فيها من المدرسة العمرية العمرية نسبة إلى عمر ابن الخطاب من هذه المدرسة الإسلامية بيبتد في طريق في دالروسا طريق الألام وصولاً إلى كنيسة القيامة مكان الجلجثة مكان صلب يسوع المسيح 14 مرحلة المرحلة الثالثة طبعاً يسوع بيسقط عن الصليب ثم المرحلة الرابعة بيتقابل يسوع المسيح مع مريم أمه في المرحلة الخامسة interesting واحد لربما كان ضيف أو بيشتغل زائر من تونس من شمال أفريقيا ويعني الأحباء التوانسة والجزائرية ممكن يرفعوا أنه واحد من اللي اشتركوا في حمل الصليب من شمال أفريقيا من منطقة القيروان شخص تونسي اسمه سمعان القيروان يسخروا بالقوة طبعاً يحمل الصليب ولكن ظاهر أنه حمل الصليب قادوا للإيمان لأنه منعرف من كلمة الله أنه أولاده كانوا مؤمنين بيسوع المسيح أليكساندروس أوروفوس اللي بيتكلم عنهم بولوس الرسول واستمر من المرحلة الخامسة إلى المرحلة السادسة يقول التقليد واحد القديسي اسمها فيرونيكا جاءت جاءت حتى تمسح وجه يسوع المسيح فباركها أنه طبعة وجه يسوع أو صورة الوجه طبع على منديلها ومشان هيك بكرموها إلى هذا اليوم ويبتصل للمرحلة السابعة المسيح يسقط تحت الصليب للمرة التانية لكن هذا المكان مهم جداً قديماً هذا المكان في المرحلة السابعة كانت أصوار أورشليم يعني من هذه المرحلة بتصير كلها أورشليم خارج الأصوار وين هي اليوم كنيسة القيامي لأن كتير ناس بيسألوني طبع كنيسة القيامي هي داخل الأصوار حبيبي أورشليم هدمت سنة 132 أو 135 في أيام الإمبراطور هدريان حارتها للبلد بعدين بلد بنى بلد جديد سماها إليا كابتولينا إلى أيام الإمبراطور قسطنطين ابن القديسة هيلاني اللي رجع رجع الاسم أورشليم فإذن في هذه المرحلة بيسقط المسيح للمرة الثانية في المرحلة التامنة المسيح بيكلم بنات أورشليم يا بنات أورشليم لا تبكين علينا المرحلة التاسعة بتكمل لعند دير السلطان عند الكنيسة الأقباط المرحلة التاسعة المسيح يسقط للمرة الأخيرة المرة التالتة وهناك في كنيسة الأقباط وبتفوت على كنيسة القيامة آخر خمس مرحل كانت في داخل كنيسة القيامة من خلع الملابس من طبعا التسمير لوضع الصليب للكفن للقبر المقدس لدفن يسوع المسيح هذه هي المرحلة اللي مشي فيها يسوع المسيح إلى خارج أصوار أورشليم وهناك أحبائي طبعا بيدفعوه على الخشبة صمروا يديه ورجليه وهذا وأشنع وأفضع عذاب ثم يعلق المصلوب على خشبة الصليب وطبعا المسيح تكلم بعدة كلمات على الصليب من أهم الكلمات عندما ابتدأ يسوع يقول حتى الناس اللي بتسخر منه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وطبعا واحد من الأقوال الجميلة كمان يعني لما صرخ وقال إلهي إلهي لماذا تركتني هذا الشعور بالوحدة ترك للألام وللعذاب مش ترك اللهوت لأنه اللهوت لم يفترق عن الناسوت لحظة واحدة لكن تركه للألام والعذاب حتى بجدارة يكمل ألام وعذاب الصليب ثم حباء اللص اللي كان على الصليب قال لي يسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس المسيح اهتم بأمه اتكلم مع يحنة انه ياخد أمه يهتم فيها وهكذا حتى يتم قال انا عطشان ثم قال يا ابتاه بين يديك استودع روحي وبعدين نكس الرأس واسلم الروح يعني لم يمت قبل ولم يمت بعد مات في اللحظة المناسبة اللي فيها بيقوموا في ذبح خروف الفصح بالنسبة لليهود في هاي المرحلة بيقوموا في ذبح خروف الفصح لكن الكتاب يقول عن يسوع هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم انه يسوع المسيح هو فصحنا وطبعا لازم ينزلوا الاجساد عن الصليب قبل دخول الفصح العظيم فطلبوا اذن من بلاتوس فكسروا ارجل اللصين حتى يسرعوا لانه موت الصليب ياخد احيانا ايام ثلاث ايام وبيموت الشخص يعني من الاختناق ففي خشب حتى يعني يتكئ لكن بيرجع بيسقط لكن لما بيكسروا الارجل ما عندوش سند ان يستند عليه وبهاي الحالة بيموتوا موت اسرع لكن لما جاءوا ليسوع شافوا انه كان مات لكن في واحد من الجنود طعن يسوع بالحربة فخرج دم وما يوسف الرامي طلب اذن من بلاتوس ان ينزل الجسد كله بسرعة قبل ما يدخل يعني العشية وبياخدوا بيأكلوا خروف الفصح ونيقوديموس كان الظهر عارف عن هذا الموضوع جاب كمية كبيرة من الحنوط وكفنوا جسد يسوع المسيح ووضعوه في قبر يوسف الرامي كان في بستان وضعوه في قبر يوسف الرامي ودحرجوا حجر كبير ووضعوا ختم رماني على هذا الحجر ووضعوا حرس أمام هذا القبر بالختام أنا عاوز يعني أقرأ نبوة الشعياء أحبائي في هذا الموضوع الشعياء تنبأ عن هذه الأحداث بتفاصيل كثيرة يقول عن يسوع المسيح رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبوره وبحبوره شوفينا هاي نبوة سبعمائة سنة قبل الميلاد تكلم الشعياء عن آلام صلب وموت ودفن يسوع المسيح بكرة بنعمة الرب رح نواصل في نفس الحديث في نفس الوقت لكن ليس منها الجمعة العظيمة ليس منها الجمعة الحزينة ليس كل هذه التفاصيل اللي ذكرتها كفيل انه تقول انه هاي هي اعظم اسبوع لكل البشرية انه المسيح الذي في صورة الله لم يحسب خلصه ان يكون معادلا لله اخلى نفسه اخذ صورة عب مات من اجلك ومن اجله فماذا تفعل في هذا اليوم العظيم اسرع شي انك تتوب للرب تقول له يا رب يمكن انا انا واحد من الناس اللي سمرتك دربت المصمار في ايدك انا واحد من الناس اللي حطيت اكليل الشوك على راسك انا واحد يمكن اللي سخرت منك واستهزقت فيك وتمديت عليك بخطايا الكثيرة شو رايك انه اسرع طريق اليوم تشكر رب من اجل موته من اجلك حتى يعطيك الغفران ويعطيك الفداء الكامل وتطهيرك طهرك بدمه الكريم فيك تقول له يا رب ارحمني انا الخاطئ صليها اغسلني بدمك الكريم شو رايك شو رايك في هذا اليوم تشكر ما ستقول له يا رب انا بشكرك من اجل موتك على الصليب من اجل خطيائي وقيامتك من اجل تبريري تعال ادخل حياتي واعطيني الحياة الابدية تعرف قال يسوع الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة شو رايك تخذها بشكل عملي في هاي اللحظة اتصلت قل له يا رب انا بسلمك حياتي تعال اليوم انا بسلمك حياتي اكتب اسمي في سفر الحياة هل تريد ان اسمك يكون مكتوب في سفر الحياة اكتب ولو جملة صغيرة شاركنا فيها وتأكد ان احنا منصلي معاك ومنصلي لعجلك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر